الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل والأنبياء وخلق الجنة والنار ليقوم العباد في معرفة سبل الهداية والثواب لنيل رضى الله سبحانه وتعالى وجنته وللنجاة من سخطه و ناره و تتحقق فيهم العبودية لخالقهم جل وعلا تعلمون أيها الأحبة قد اتفق أهل السنة على أن الجنة و النار مخلوقتان موجودتان الآن و قد وردت النصوص كثيرة في القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف بذلك فيجب على المسلم أن يعرف كيف يتقي من النار ليدخل الجنة هناك أسباب لا بد لمعرفتها للوقاية من النار و البعد عنها و ما ينبغي القيام به الإيمان بالله سبحانه وتعالى و برسوله محمد صلى الله تعالى عليه و آله وسلم و باليوم الآخر و القدر لأن الشرك و الكفر هما سبب الخلود في النار الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من عباده غير الشرك كذلك المحافظة على الصلاة لأن تركها سبب من أسباب دخول النار كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى حين يسأل أهل الجنة من أهل النار ما الذي أوقعكم و أدخلكم فيه قالوا لم نكن من المصلين و قد ورد في الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة و غير ذلك كالصيام و الصدقة و الخوف و الخشية منه سبحانه وتعالى كذلك من الأمور التي ينبغي اجتنابها عدم مخالفة هدي النبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلم و عدم مخالفة إجماع المؤمنين لأن عاقبة من يخالفهما المصير إلى النار و العياذ بالله كذلك ينبغي البعد عن الاستهزاء بالمؤمنين و ازدراء الصالحين أيضا مما ينبغي الاجتناب اتقاء الركون إلى الكفرة و الظالمين و غير ذلك مما يكون من أسباب العذاب و البلاء أحبة الكرام ينبغي للمؤمن أن يكثر الاستغفار و التوبة من الذنوب كذلك يقوم بأداء الواجبات تجاه خالقه سبحانه و تعالى و يكثر من الدعاء و خاصة حين يفرغ من مناسك الحج و بين الركنين و في الصلاة و بعد الصلاة و هي مجالس الذكر و يتوسل إلى ربه سبحانه جل وعلا بإيمانه ليغفر ذنوبه و يخلصه من النار أعاذني الله و إياكم منها و بالاختصار أيها الأحبة البعد عن الشرك و اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر و المداومة و الإكثار من الأعمال الحسنة و غيرها مما يقل عبد من النار بإذن الله سبحانه و تعالى نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجيرنا من النار و عذابها و يبعدنا عن كل ما يقربنا إلى النار من قول أو فعل و يرزقنا الله سبحانه و تعالى الجنة و يوفقنا إلى ما يقربنا إليها إنه ولي ذلك و القادر عليه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه و آله وسلم اشتركوا في القناة